أضرار مادية وخسائر فادحة تكبدها أهالي منطقة مليح والوالة في لواء ذيبان في محافظة مأدبة جراء السيول التي داهمت بيوتهم ومزارعهم قبل أكثر من أسبوع في التقرير التالي نستعرض بعض تلك الخسائر لا تزال آثار الدمار التي سببتها السيول التي تعرضت لها منطقة مليح والوالة في لواء ذيبان التابعة لمحافظة مأدبة قبل أكثر من أسبوع ماثلة حتى إعداد هذا التقرير حيث تعد تلك الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة شهيدة على فداحة الكارثة فات الشيط علينا على البيت فطلعنا برا في الصورة ما قدرنا طلعنا في سلامتنا أنا والأولاد احنا بندع الحكومة انها ساعدنا والأضرار جصرت في البيت يعني شيء كارثة كنا نقطف الزيتون على جانب الوادي عندما نزلت الأمطار أمرت العمال أنهم يحملوا الزيتون يرقانوا عن السيل فالأضرار التي لحقت بهذه المزرعة أولا شبكة ري مساحة خمس دنومات نسبة الدمار 100% عند الزيتون تقريبا 20 شجرة كان ارتفاع الماء مترين امتلك هذه المزرعة فيها تقريبا ما يعادل 1200 شجرة وأجت الكارثة الطام والكبرى أخذت الأصوار الحجرية وأخذت السناسل وأخذت العبرات وأخذت أدي من الشجرة البيوت التي تقع على حافتي الوادي الذي مر به السيل الجارف كانت أكثر ضررا إذ دهمت المياه نحو 18 منزلا وأتت على كل محتوياتها من أثاث وأدوات منزلية إلى جانب مزارع الزيتون والصبار التي جرفتها السيول واقتلعت الأشجار وبعض كروم الصبر عن بكرة أبيها نطالب المسؤولين ونطالب المؤسسات والوزرات مد يد العون والمساعدة لبلدة لب ومليح من أجل أن نقوم بإصلاح ما قد تضرر وما قد لحق أضرار بالبنية التحتية في هذه المنطقة الطرق والجسور لم تسلم من التجريف والضرر كذلك حيث لا تزال الجهات ذات العلاقة تحصل الأضرار التي لحقت بالمواطنين الذين فقدوا مركباتهم جراء السيول